اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة بيبدأ بيها هي الفوكابولار تعالوا نقراه مع بعض انجوي اربيتر الاربيتر هو الحكم شورت انترينور المدرب فوتوغراف مايو دوبان ده لما يجي مايو دوبان مش معناه مايو اللي هو بتاع السباحة بس لا لما يجي مايو دوبان الزي الرياضي بشكل عام سبكتاتور المشجعين جورناليست الصحفي بيشين ايكيب الفريق كله اسمه ايكيب لتونس اللي هي رياضة التنس لو واليبول لو فوتبول لا ناتاتيون اللي هي السباحة لابوكس رياضة البوكس اسمها لابوكس بالان الكورة كبيرة اسمها بالان مالكورة صغيرة اسمها ايه اسمها بال ام بال سيكليزم رياضة الدرجات اسمها العجلة هناخد ايه في الجرامير هناخد اول حاجة نبدأ بيها هي المقارنة احنا اتفقنا ان احنا هنقارن هنعرف ازاي نقارن ما بين الاشياء والاشخاص اول حاجة بيبدأ بيها هي المقارنة لما اجي عايز اقول مثلا اكثر من بعمل ايه بجيب وبحط ايه في نص الصفة يبقى اتفقنا اللي هي بلو صفة ك ازاي بتيجي زي المثال اللي عندنا بيقول لنا بمعنى ان السيارة اكثر سرعة من العجلة ففي الحالة دي بنستخدم ايه في الحالة دي بنستخدم ونحفظها ازاي بنقول تاني حاجة عايز اقول اللي هي عايزة الاقل من بستخدم ايه زي ايه ان الاوتوبيس اقل سرعة من الطيارة ففي الحالة دي بنستخدم عندنا بقى كلمات او زروف اكثر استخداما بتجلنا كتير تعالوا نقرهم تاني معناهم ايه بسرعة ببطء بسهولة جاي من كلمة فسيل 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 سحل ديفيسيل سعب فهي فسيل ما لفرب الافعال عندنا افعال معينة بنستخدمها لما بنتكلم عن الرياضة ايه هي اول حاجة عندنا جوي 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 اه بيجي ورائي او على اقل ابوستروف او بيجي وراء او على اقل ابوستروف او طبعا او او الواحدة زي للمفرد المذكر وال للمفرد المؤنس اقل ابوستروف للكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك او للجام هيا بتيجي امتا بنستخدم جوي بنستخدم برب جوي ده امتا بنستخدمه مع الالعاب اللي فيها كرة وبنتا وبيتم ممارستها بدون زون يعني ما بنمارس هايش بنتو زون زي ايه مثلا جوجو وتونيس انا ممارس التانس بنتو زون بمعنى كده بلحنا بنستخدمها جوي يبقى جوجو تونيس تاني حاجة عندنا برب بيجي امتا برب بيجي مع جميع الالعاب سواء باستخدم كرة او بدونها بس احنا بنمارسها بنتو زون يعني احنا بنمارسها مثلا يوميا اسبوعيا عمري بما بقطع بما بقطعها فترة مثلا فبتيجي بتيجي ازاي فار بعدها على طول ادوية التجزئة الفي دولابوكس دو فوتبول طبعا دو هنا او الواحد دي للمفرد المذكر دو ل مفرد مؤنس دو الابستروف للكلمة اللي بتبدأ بحرف مدحرك الدي لجمع في عندنا حاجة مهمة جدا اللي احنا ماينفعش لما اللي بنيجي نمفي الجملة نحط لها دايما ادوية التجزئة ادوية التجزئة دي في النفي بنحولها لدو دي حاجة مهمة جدا زي ايه مثلا احنا كان في في الاسبات بيقول لنا الفي دو لابوكس فإنا في عملنا ايه النافو با دو بوكس حولنا حولنا دو لوا لدو امال بيقول لنا الفي مسلا دو فوتبول فحولناها الدو بردو لدو دي نطقهم واحد بس دي بال او ودي بال او فوتبول بقت ايه النافو با دو فوتبول يبقى حاجة مهمة جدا اللي احنا بنحاول ادوية التجزئة في النفي لدو عندنا بقى افعال بتسمى افعال الميول والرغبات ايه هما يعني ايه يحب يفضل اللي هو يمارس دي تستي اللي هي يقرأ بيجي وراهم ايه بيجي وراهم ادوية المعرفة ايه هي ادوية المعرفة لو لا الابستروف لا تستخدم الافعال اللي بتدل على الميول والرغبات طبعا بعدها بيجي ادوية المعرفة قبل الالعاب زي ايه جو براتيك لو تونس يعني انا بمارس التنس طبعا ماخدنيش ادوية تجزئة ولا اخدنا الكلام ده مدام جايلنا براتيك مدام ما جايلنا دي تست مثلا بريفيري ايمام في الحالة دي بحط ادوية معرفة قبل اللعبة تاني حاجة عندنا هنا يعني ايه دي الاستفهام ازاي بعمل جملة استفهامية طبعا عندنا اول حاجة عندنا كزا طريقة اول حاجة بحط الفاعل والفاعل طبعا دي باللهجة حطيت اهو الفاعل وبعدين الفاعل وبعدين بقيت الجملة هل انت عندك آآ كرة تاني حاجة بتقديم الفاعل على الفاعل اول حاجة حطينا الفاعل الاول ممكن احط آآ في مثلا في نفس الجملة الفاعل الاول وفي الحالتين طبعا نصح اعطي طنبالان بنفس الترجمة هي انت عندك كرة يبقى اول طريقة باللهجة اللي هو الفاعل فاعل تاني طريقة بتقديم الفاعل عن الفاعل تالي طريقة هي باستخدام آشكو آشكو بيجي ورها ايه سوجي بيجي ورها فيرب زي ايه عندنا مثلا آشكو هل انت عندك كرة ازاي بقى بتكون الاجابة عن الاسئلة دي الاجابة الاسئلة دي بتاريطين وي ونان يا اما بزبط بجملة مسبتة يا اما بجملة منفي وي طبعا يعني نعم نو لا وي جي من بالان ايوا انا عندي كرة طبعا جي دي جاي من فيرب افور نو جوني با جوني با من بالان يعني لا انا ما عنديش تاليط حيكو عندنا كوا امتى بنستخدم كوا كوا بديقي ما او مازا لغير العاقل بنستخدمها في ايه بنستخدم لسؤال عن مفغول غير عاقل وغير مباشر مزبوك بحرف جر ولا يدل على مكان ازاي يبقى عرفنا اللي بنستخدمها لسؤال عن مفغول غير عاقل وغير مباشر مزبوك بحرف جر ولا يدل على مكان كي بقى كي دي لذيذة جدا كي ده بمعنى من كي بيجي وراها طبعا الفرب بيجي وراها السجيل للسؤال عن فاعل عقل يعني مين بيحب التنس طبعا في السؤال ده بيأما برونانس جي يأما اسم في الإجابة امتى بقى بحط حرف جاي يعني فين بحط حرف الجر لو جه بحط حرف الجر قبل اللي هو كي يبقى حرف الجر كي بعديها الفعل بعديها الفعل مثال مثلا مع من زحبت إلى الأستاذ سوف أتزحب إلى الأستاذ يبقى عند من مع من الإجابة بيكونا زي جو في أفك من أمي أنا حروح مع صديقي رزمي أخذنا أخذنا بارلي دور دوزبور بريفيري وكمباري دي شوز دي بخصان والنان دوزبور والانتراجاشن عفك واشكو يعني اوصف مباراة انت شفتها في الاستاد وبعلن السؤال ده سؤالي سجيء اللي هو السؤالي تالي في الامتحان فبيقول لنا ايه السؤال ده بنجاوب ازاي؟ طبعا بنجاوبه بطريق جمل ما تقلش عن من اربعة لخمسة يعني لا نكتب سطرين ولا نكتب اكتر من كده نكتب سطرين اللي هو بنبقى مختصرين جدا وما نكتبش اللي هو اكتر من كده فنغلط لا خلينا في المعقول اللي هي من اربعة لخمس دور تمام؟ تعالوا نقرأ مع بعض ونترجم بيقول لنا يعني مبارح انا شفت مباراة كرة قدم في استاد القاهرة يعني الاستاد كان مليام بالمشجعين الاربيتر ابيان درجي لو ماتش الحاكم كان بيدير الماتش بطريقة جيدة او المباراة الفريق المصري كسب اتنين واحد بعد المباراة يعني اللي هو الجورناليست الصحفيين عملوا ريبورتاج اللي هو المقالات مع اللاعبين يبقى ده احنا باختصار جدا وصفنا الماتش وقلنا اللي هو مكانه كان في استاد القاهرة وقلنا اللي هو مليام بالمشجعين وان الحاكم كان بيدير بطريقة كويسة وطبعا جبنا نتيجة المباراة اللي هو لما قلنا وطبعا قلنا ففي السؤال ده يعني بنحاول ما نقطرش ابي ولا نختصر ابي ان شاء الله ربنا وفقكم جميعا اتمنى تكونوا طبعا استفدتوا وان شاء الله هنكمل باقي الوحدات وحديث تابعونا وروفوار